موسيقى 23 يوما مرت على الحرب الروسية الأوكرانية على وقع استمرار القصف والاشتباكات وتعثر خطوات دفع الحوار بين الجانبين السلطات الأوكرانية أعلنت سقوط المزيد من الضحايا المدنيين جراء هجمات صاروخية روسية استهدف بعضها العاصمة كييف ومع استمرار القصف الروسي جدد الرئيس الأوكراني فلودمير زلنسكي مناشداته الغرب لمساعدته على وقف الحرب على البلاد ونقلت وكالة أنباء عن إدارة مدينة كييف قولها إن 222 قتيلا سقطوا في العاصمة منذ بدء الحرب وعلى صعيد عمليات النزوح المستمرة قالت الأمم المتحدة إن خمسة ملايين شخص فروا خارج أوكرانيا أو نزحوا عن مدنهم جراء الحرب حتى الآن في موسكو اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات الأوكرانية بالمماطلة في المفاوضات ولكريملين أعلن أن الرئيس بوتين أجرى اتصالا مع المستشار الألماني أولاف شوليتس أكد فيه أن موسكو مستعدة للبحث عن حلول وأن نظام كييف يحاول بكل طريقة ممكنة المماطلة في المفاوضات عبر عرض مزيدا من المقترحات غير الواقعية وفق توصيفه وأفاد الناطق باسم الكريملين أنه ما زال من المبكر التحدث عن اتفاق يمكن للمفاوضين الروسي والأوكرانيين التوقيع عليه عسكريا أصيبت المناطق المحيطة بمطار لوفيف غرب أوكرانيا بصواريخ روسية وفقا لما أعلنته السلطات الأوكرانية رئيس بلدية لوفيف أكد أن صواريخ روسية ضربت حي مطار المدينة الواقعة بالقرب من الحدود البولندية كما قالت القوات الجوية الأوكرانية أن المنطقة أصيبت بأربعة صواريخ كروز روسية أطلقت من البحر الأسود عن بعد مئات الكيلومترات ولم تشهد مدينة لوفيف أي معارك حتى الآن لكن الجيش الروسي كان قد استهدف بالقصف قاعدة عسكرية أوكرانية في المنطقة وفي مدينة ماريو بول أعلن الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي إنقاذ أكثر من 130 شخصا إثر القصف الروسي الذي استهدف مسرحا في المدينة فيما لا يزال المئات عالقين في المبنى سلطات مدينة ماريو بول التي تحاصرها القوات الروسية أعلنت إجلاء 30 ألف شخص خلال أسبوع مشيرة إلى أنها لا تزال تجهل حصيلة القصف الذي طال مسرحا لجأ له مدنيون يوم الأربعاء من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اشتباكات تجري في وسط مدينة ماريو بول وقال المتحدث باسم الوزارة إن القوات الروسية باتت تسيطر على 90% من أراضي منطقة لوغانسك في اتصال هاتفيا هو الأول منذ الحرب الروسية الأوكرانية بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جينغ بينغ تطورات الأزمة الرئيس الصيني أكد أن على الصين والولايات المتحدة أن تتحمل المسؤوليات الدولية المتوجبة عليهما وفقا لما ذكره التلفزيون الصيني الرسمي ونقل التلفزيون عن شي قوله إن نشوب نزاع ليس من مصلحة أحد وإن العلاقات بين الدول لا يمكن أن تصل إلى حد العمل العسكرية احتجاجا على استقبال الأوكرانيين تظاهر مستوطنون أمام منزل وزير داخلية الاحتلال للمطالبة بمنع استقبال اللاجئين من أوكرانيا وروسيا ووفقا لما ذكرت وسائل إعلام عبرية فقد وقع المتظاهرون على لائحة تطالب بمنع دخول اللاجئين وكانت وزيرة داخلية الاحتلال أعلنت أنها ستسمح لعشرين ألف أوكراني مقيم بشكل غير قانوني قبل الحرب الروسية بالبقاء مع منح خمسة ألاف لاجئين هارب من الحرب تصريح دخول وإلى أخبار الشأن الفلسطيني رغم أنها تقلصت إلى دنومات قليلة لكنها لا تزال تربط فلسطيني الداخل مع فلسطيني الضفة الغربية في مسار طبيعي للمشي غابة أم الريحان من أكبر غابات الداخل الفلسطيني المحتل فلنتابع قبل أن تطوي هذه الغابة الممتدة على آلاف الدنومات طبيعة وخضرة دائمة في أحشائها فهي تطويع قودا من التاريخ هذه غابة أم الريحان أو كما تعرف في مناطق أخرى العمرة وتمتد من مفرق زعتر حتى وادي عارة في الداخل الفلسطيني المحتلة وعلى امتدادها تناقل الناس قصصا وأساطير كان يسكنها أيضا حيوانات برية من ضمنها النمر اللي كان يشرب على عين برطعة فبالصدفة النمر كتلوا أحد الجنود في نهاية العهد العثماني وزوجة النمر عملة انتقام في أهل البلد بدهم يتخلصوا منها وأنا أذكر أن أحد المشايخ كان يقول لي يا سيدي تعال شوف وريك وين النمر مسكتني بكتفي وألكت الناب عن ناب تقلصت غابة أم الريحان منذ عهد العثمانيين حتى اليوم فتركها العثمانيون ممتدة على عشرين ألف دنم بينما تركها الإنجليز وهي ثلاثة آلاف وستمائة دنم فقط ومع ذلك حافظت على أن تمتد بين الداخل الفلسطيني والضفة الغربية هذه الغابة تقع على الخط الأخضر بيجوها من الداخل شبيبي بتعمل مصار المصار حلو جدا مصار فيه هنا مصارين بالأصل مصار دائري ومصار بيوصلنا بكارية برطعة يعني الغابة موجودة في منطقتين جغرافيتين منطقة الداخل ومنطقة الضفة الغربية بينما يمشي المتجولون في غابة أم الريحان يسمعون زقزقات الطيور المختلفة ويشعرون بوثبات الحيوانات المتنوعة ويصحرون من الطبيعة التي جمعت كل أنواع أشجار حوض البحر الأبيض المتوسط من السنديان والبلوط والبطم والسويد والزعرور والبرزة وعشرات الأشجار الأخرى من غابة أم الريحان في الداخل الفلسطيني المحتلة روزين عودي في ذكرى جوم الثقافة الوطنية أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية منح الأديب عبدالله تايه لقب شخصية عام 2022 الثقافية تقديرا لأعماله المختلفة إضافة للإعلان عن سلسلة فعاليات ثقافية في مختلف المحافظات الفلسطينية تقديرا للثقافة الفلسطينية ورواد الكلمة وكل من كان لهم أثر على رفعة المستوى الثقافي وضحض رواية الاحتلال المزيفة التي تسعى لتنصي الهوية الفلسطينية أطلقت وزارة الثقافة الوطنية سلسلة فعاليات يوم الثقافة الوطنية للتأكيد على أهمية الفعل الأدبي والفني والثقافي بمختلف أشكاله وألوانه بالتأكيد هذا السياق هو سياق مناقد لرواية الاحتلال بالمطلق لأن هذه الرواية الفلسطينية هي رواية كل فلسطيني نحن فلسطين كل شخص في فلسطين هو فلسطين من يريد أن يكتب الرواية يجب أن يكتب عنه عن الإنسان في فلسطين هذه أنسنة الرواية هي السلاح الذي لا يستطيع الاحتلال مجاراته لأنه ببساطة هو لا يشبه المكان لا في العادات ولا في التقيد ولا في اللغة والثقافة لغة عبدالله تايه أديب فلسطيني اخترته وزارة الثقافة ليكون شخصية العام الثقافية وهو ابن كطاع غزة ويعيش في مخيم جباليا للاجئين كتب عشرات الأعمال الفلسطينية وتمسك بالأدب ووضع بصمته من خلال أعماله المتعددة في مجال المجموعات القصصية والروايات والكتب منطلقات دوره الريادي والقيادي في العمل والفعل الثقافي الوطني الفلسطيني وحضوره اليومي والدائم في الحياة العامة الفلسطينية كمثقف يسعى من خلال دوره الإبداعي الأدبي والوظيفي الثقافي من أجل رفعة شأن وحضور الثقافة الوطنية الفلسطينية وهذا الأمر الجلي والواضح من خلال مسيرته لأكثر من 45 عاما من الفعل الثقافي الوطني فإنني أعلن الروائي والقاس والكاتب المناضل عبدالله تايه الأمين العام المساعد للاتحاد العام للكتاب والدباء الفلسطينيين شخصية العام الثقافية للعام 2022 يوم الثقافة الوطنية يوم أقرته الحكومة الفلسطينية عام 2011 وذلك تخليدا لذكرى الشاعر محمود درويش تحديدا في يوم ميلاده الموافق 11 من أذار من كل عام يوم يعلن فيه عن سلسلة فعاليات ثقافية في مختلف المحافظات على مدهر أيام السنة من مدينة روم الله المحتلة محمد حسين رؤيا مهرجان الألوان أو عيد هولي مناسبة ترتبط بالدين والتاريخ والطبيعة يحييها الهندوس في الهند ودول أخرى مع قدوم فصل الربيع نترككم مع هذه المشاهد من الاحتفالات بمهرجان الألوان وبلا تعليق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر